مبارحة نزلت مقطعين على قناتي وهذه المقطعين الحذفة من نفس الشخص رغم انه هذا المقطع الكل اللي شافه يعرف انه المحتوى اللي تقدم به محتوى خاص به وما استخدمت اي شيء لهم على كلين الحمدلله لكل شيء ويلا نبدي بمقطع الأخبار الخبر الاول اللي عدنا عن احمد مساد وقصط الوسام تيكت ووقوف احمد جواني وياه طبعا ما يعرف شنه سبب الخلاف ما بين احمد مساد ووسام تيكت والتاريخ اللي ما بينهم فيرجع لهذا المقطع اللي نزلت قبل شهرين اللي شرحت في القصة من البداية الى النهاية رح اضطوكم رابطة بالوصف المهم احمد مساد باخر مقطع النزلت كانت يحتي بيه عن انس واصالة بهذا المقطع كان في قصف الوسام فراح اضطوكم لقطة القصة فيها ووسام شوفهوهو منرجع خليلهم اياه ومحتواهم عائلي محترم مش ضي بعض الناس اقلب وجهة اقلب وجهة كنت يقلب بنت وسام تخذ بنت مين يزم بنت هذا يزم هذا بجز ما عندهش خضية بنتم الوحيدة الانس واصالة مثل ما شفتوا بعينكم القصف الى الوسام طبعا محمد اجواني نزل بحسابها بالانستجرام هذا الاستوري اللي كان في نفس اللقطة اللي حطيت لكم اياه وكان كاتب عن جد اهضم حدب يقصف جبهات بالتوفيق حبيب القلب ومنشن حساب احمد مساد ارفعه الشاشة مشان نشوفه المقطع وبس والله اكتبوا لي شون رأيكم بهذا الخبر وشون رأيكم بقصف احمد مساد على وسام تيكت ننتقل لخبر الثاني الخبر الثاني اللي عدنا عن رايدر ياسمين وعن فيديو كليب مالتهم بحيث ياسو نزلت بحسابها بالانستجرام هذا الاستوري اللي تقول بي انه الفيديو كليب راح ينزل ساعة بالاربعة على قناة ياسمين فاشتركوا عدها وفعلوا الجرس وانتظروا المقطع ينزل وطبعا اكيد راح نسوي ردة فعل عليها طبعا ياسمين كانت تحاول انه تخفي اللي هي صورة مصغرة مع الفيديو ولكن قدرت اجيبها فهذه صورة البوستر ربما الفيديو كليب يوفوها الخبر الثالث اللي عدنا عن مرساله وعن القصف اللي سواه بحسابه بالانستجرام راح حط لكم الاستوريات اللي كانت يقصف بها طبعا بيسان بعد من حذف من عدها الاغنية يرجع يرفع الشاشة ويحضروا والديع من الانترو بك عملوا هيك هيك يتعلم تذكروا يوم نزلت برومة طبع غنيتي حزفوها وشان تعرفوا انه العين بالعين والسن بالسن والبهذي اصلم تذكروا برومة بنحزف بعد ساعتين بس مو بعد يوم وبس والله لنوصل لنهاية المقطع هذه الاخبار اللي كانت عدنا بس طبعا حب أشكر كل اشخاص اللي بارحوا وقفوا ويايا على كلن الحمد لله على كل شيء ومتما قلنا نهنا وصل لنهاية المقطع اتمنى المقطع جابكم بس مع السلامة